ودخلت فيلم جوازة توكسك أحدث الإصدارات في السينما المصرية حاليا وهو فيلم من بطولة بايومي فؤاد وتامر هجرس وليلة علوي ونجوم تانين حنتكلم عليهم لما نخش بعد الإنترو على طول ولكن الجواب باين من عنوانه ولعنوان الحلقة رجعولي 100 جنيه بتاعتي ليه؟ يعني هو مش محتاج ليه يعني انت متخيل أكيد بالتأكيد أنا وأنا داخل فيلم كنت أنا أجل كلام دال بعد الإنترو عموما بس قبل ما نبتدي الحلقة بتاعفلام أتمنى أنتم تضبطوني العقاة كتيرة جدا 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 وشاير وسبسكرايب للشانل لو لأول مرة طبعا عايزكم تشاركوا على إنسجرام بيجي وفيس بوك بيجي ودوسوا على جرس سنبات عشان تجيلكم الحلقة أول بأول وهيوع تنسوا الدعم لكل إخواتنا في الوطن العربي سواء بالدعاء أو سواء بالتبرع أسيب لكم لينكات التبرع لأهلنا وإخواتنا في غزة تحت في الدسكريبشن ويلا بينا نخش في الحلقة أهلا بس عليكم أنا حمد كمال بتاعفلام مبدأين كده بتاعفلام فيلم جوازها توكسك من بطولة بايومي فؤاد ليلة علوي هدي كرم تامر هاجرس ملك أورا محمد أنور والفيلم من تأليف المؤلف لؤي السيد والمخرج محمود كريم اللي اتنين يعتبر على طول بيشتغلوا مع بعض وأغلبية الأفلام اللي عملوها مع بعض عملوها بتاعة أفلام رامز جلال ويعتبر الكرو ده هو هو نفس الكرو بتاع فيلم شوجر دادي بنفس الفايبز بتاعت فيلم شوجر دادي ولكن إيه يا أبو حميد اللي ما عجبكش في فيلم طب إيه اللي عجبك أو إيه كل الكلام ده نبتدي بإجابيات الفيلم إجابيات الفيلم إن أنا طبعا 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 مبسطة جدا بتتريت النهاية إن الفيلم انتهى وإن أنا حمشي يعني دي حاجة من ضمن العاجات اللي هو كنت قاعد منتظر فيلم حيخلص كل ما شوف إفيه جميل بيطلع من الفيلم أنا عمال أقول النبي وحيات أبوك وعايزة أخلاص بجد برغم إن الفيلم ميت ديئة يعني الفيلم مش حتى مع عدس ساعتين أو أي حاجة لا هو ساعة ونص وعشر دقاية يعني ساعة واربعين ديئة ساعة واربعين ديئة حسيت بيهم بوقتي تقيل جدا طب ونطبع إيه لإيه 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 لذي صدق؟ أنا دي كل ذا لسي بس الإيجابيات التانية ان أنا بالنسباني إن الفيلم ده ممكن يكون أحلى سنه منفول شجر داد ممكن أكون ابتسمت في مشهد إيه هو المشهد؟ أنا مش فاكره بس ابتسمت في مشهد ما استظرفش في الفيلم ودي حاجة كويسة وتحسب له جدا ان هو في الفيلم ما اخدش طابع الكوميديا الزيادة او الفرس الكوميدي والكلام ده هو كان دور شاب عادي جدا فدي حاجة تحسب له اما سلبيات الفيلم بقى يا جماعة مبدئين كده هو الفيلم ده يعتبر نسخة من فيلم اللي هو اللي هو الجزء التاني من فيلم اللي هيعتبر عيلة مختلفة تماما عن عيلة اللي حينسبوهم فهيتقابلوا الاول مرة في اجازة ويعودوا مع بعض ويشوفوا قد الاختلاف اللي بيحصل ما بينهم وكل الكلام ده ولكن طبعا بيحاولوا يهدوا الدنيا في اخر الفيلم عشان العيال يتجاوزوا وهكذا فهو يعتبر واخد التيمة دي طب التيمة دي حلوة اه حلوة يعني فيلم مثلا ميت دا فاكرز انا بحبه انا بحب الثلاثية دي عموما الجزء التالت هو اقلهم ما بحبش اتفرج عليه ولكن يعتبر اول جزءين اللي هو ميت دا بارنز وميت دا فاكرز دول يعتبر انا بحبهم جدا ولكن في الفيلم ده هم عملوا نفس التيمة بس بزرافة بقى وإفهات بيومي فوقات في الفيلم انا مسجلهم بنوتة كده عشان خاطر يعني انا عشان بس اوريكم الحالة او الحاجات دي انت بتسمحها المفروض من فيلم كوميدي والمفروض بيدحك الناس تمام؟ معلش بس استحملني عم مهنة انا اسف يعني هي انا كاتبهم فانا اسف يعني واستحملوني كمان انتو يعني انا اسف جدا بص بقى يا عم مهند خد بقى دي هو محل الجامباريتو ده بيعمل اكل ايه؟ ام حد رد على بيومي فوقات قال له محل جامباريتو يعني هيكون بيقدم ايه؟ بيقدم كشري؟ قال له لا ما هو ممكن يكون هو بيقدم كشري والمحل الجامباريتو او اللي هو الجامبه يعني لا لا الله عزب يالله نعمل وكيل فيك وحرام عليكو يا جماعة فيه يعني شباب بيتعب من الكلام ده ومفيش حد كان برضو بيتحك في الفيلم يعني حرام بيقول له يا مان تامر هاجرس في الفيلم يا معلو تامر هاجرس من ساعة فيلم شوكير دادي وهو بيتكلم كده يا معلو يا معلو يا معلو يا معلو يا معلو مميزي مميزي لو كان بيقول حاجة لبايمي فوقات بن يو يو نوري باني يو باني باني طول الفيلم بيتكلم بالطريقة دي طول الفيلم بيتكلم بالطريقة دي يا جماعة كسبان بالله تول الفيلم بيتكلم بنفس الطريقة ونفس اللهجة بطريقة مستفيد زا دي مش كوميديا ولا الاساسة ولا قدر اقول شخصية الكول الجانب باني اي حابة الان عور 1 دولار 200 دولار 100 دولار انا يعني يعني انا يعني انا الحاجات دي ما بتدحكنيش بس انا الرجع و اقولك و حاجة في اخر يعني لما خلص الرفيو بتاع الفيلم بس عموما ما علينا نرجع للإفادة تاني مالاش انا قاسف بس عشان الموبايل وقع اه في حتة تامر هاجرس بيقول لبايومي فؤاد ايمان بي كو فبايومي فؤاد قال له ما انا بقوله اللي هو قصده يعني بقول لسه 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 والله العظيم في كتير بس انا ما كتبتش كله تمام جوهارة بتقدم شرب خمرة لبايومي فؤاد فبتقول له تاخد كاس لا لا دوري عشان اهلاوي يا الله بس ما علينا يعني نغش في اللي بعديها هم طبعا كان الفيلم عبارة عن إعلان لسومة بي يعتبر تمام فهو قاعد بيقول انت عارفة بيتكلم بقى مع واحدة بايومي فؤاد بيقول لها انت عارفة ان سومة بي دي بتاعة امك لسوم قلت لها ايه دا ازاي لا سومة بس هي سمتها سومة بي عشان الدرايب بصوا عموما يعني هو في منده كتير وحاجات كتير جدا في فيلم انا ما قدرتش اكتبها اساسا ولكن بقى في حاجات تانية في فيلم يعني مثلا 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 يعني بالمنطق يا جماعة هو ليه عيلة تامر هاجرس اللي هتتكون من هدي كرم مراتو وبنته ملك قورا مستحملين عيلة بايومي فؤاد وليلة علوي وابنهم محمد انور انا مش فاهم يعني بايومي فؤاد في كمة قلة الادب من اول ما قاعد معاهم هو قاعد معاهم عمال ايه ده هو ده ايه الادب ده و ايه الاحترام ده هو فيه ادب او فيه او فيه حد بيلبس في البيه الله وكل الكلام ده انا يعني هم ازاي مستحملين هم حتى لو انت كنت بني ادم كول او بني ادم متحرر جدا او كل الكلام ده فيه حاجة اسمها قلة زوق وفيه حاجة اسمها قلة ادب لكن الراجل عمال واخدكو طلطيش في بيتكو من اول ما جيه ففيه حاجة ليه حدود فيه حاجة اسمها اللي هو تمثيل حتى اللي هو حاول تبين انا مش عارف هم ازاي كانوا طيقينه دي حاجات من ضمن الحاجات طبعا في الفيلم وطبعا يعني غير ان اللي هو مفروض بطلين الفيلم محمد انور وملك قورا الكيمس اللي ما بينهم مش موجودة اساسا ويه بقى لازم نحط بقى كليشيهات بتاعت الفيلم انا يا جماعة لازم نبطل كليشيهات بتاعت الافلام العرابي لازم نبطل الحاجات دي عموما لازم نبطل الحاجات دي هتقول لي يا ابو حميد مبدأين طبعا الاغنية اللي بتبقى في نص الفيلم ايا ما كانتش فيه اغنية بس هي كانت فيها رأسة الا هي كان فيها اغنية وفي الاخر الفيلم طبعا فيه الاغنية بتاعت الفرح اللي هو لازم في اي فيلم كوميدي مصري يبقى البطل وبطلة حيتجوزوا في الاخر ويبقى في فرح واغنية ولكن بقى كليشي اللي هو احنا في فيلم كوميدي لازم نعمل حتة دراما عشان ايه ده تقول يا ترى اللي حيحصل وبتاع واللي هو انت عارف ومتأكد اللي حيحصل والله العظيم وانا قاعد عمال اقول للي جنبي بص دلوقتي باين فؤاد ويقول لأ وقفوا الفرح ومش عارف ايه 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 وبعد كده يخلصوا وحيحصل اغنية وكله يعيش في تبا وده اللي حصل مش عشان عبقرية يعني هو اي حد عيخش هيبقى عارف الحاجات دي ولكن لازم نبقى فيه حشو دراما عشان نزود عرض الفيلم من بدل ما يكون ساعة وتلت نزود كده ربع ساعة بتاعت نعمل دراما نحشي دراما وايه الكليشيهات اللي انا مبحبهاش في الافلام ليه كل اي بطل او بطلة لما يطلعوا في الفي يعني او اللي هو واحد جاي من السفر مثلا فجاي بقى في المطار فانتا بتبصله لازم يبقى فيه سلو موشن وليه المشاهد بتاعت اي مشهد بيبقى فيه مراحة وسعادة في البحر والابطال مع بعض لازم نستخدم اللي سلو موشن الليه المشاهد لازم تبقى زي دي يلا يا مهاب كده ليه لازم يبقى فيه المشاهد السعادة بسلو موشن بفرحة زيادة ليه سلو موشن يا جماعة الاسلوب اللي هي تتبع الفنانة ياسمين عبدالعزيز في ظهورها في اي فيلم ده مش لازق يعني موضوع اوفر جدا وبتسألني ايه على ياسمين عبدالعزيز انا يعني قلتها من اول ما ابتديت الشانل هنا ركزوا مع اي مشهد لياسمين عبدالعزيز في داخلتها في اي فيلم او اي مسلسل لازم تبين شعرات طويل اتسامتها سلو موشن ده يا جماعة سنة 2000 عمري ما نسيت سنة 2000 فيلم ميشن امبوسبل 2 كان يعتبر اقل فيلم ريتنج او اقل فيلم بيحبو الناس في سلسلة افلام ميشن امبوسبل بسبب ان المخرج كان جون وو يعتمد زيادة على مشاهد سلو موشن فان احنا سنستخدمه كتير بأفواره الصراحة اما بالنسبة بارده الباي فنانين الفيلم يعني مثلا فنانة ليلى علوي يعني كتعملة فيلم عجبني اللي هو بتاع مقصوم ده اتمنى ان هي تاخد الحتة دي او اللي هو الافلام من نوعية الافلام دي ولكن نوعية الافلام دي هقول لك بقى الصراحة وهو ده بقى الكونكلوجين قبل ما ادي لك الريتنج بتاع الحلقة او يعني هو ده اللي استنتاج بتاع الفيلم كل واحد جالسي بيكون في الكميديا century مثلا كل واحد يكون زوج zie إنAAAA ركزوا كدا في الافلام التي لا تريدون دو كدي رعدتHAHA في الافلام الكوميديا سأت funny twitter شهاء هسترجعف كل كل candy ده عادي هي الكوميديا أزواء سأقول لي طب ليه بتقول كدا يا محمد حشان أحب هقولك نفس الكرو ده ونفس يعني يعتبر نفس العمل لأن برضو فيه جوهارة وفيه الصيف وفيه كل الكلام ده وتامر هجرس بالنفس الشخصية الأميريق وكل الكلام ده ولكن فيلم شوجر دادي بعد كل السنة بتاعت السنة الفاتت دي هو تاني أعلى إرادات في السنة يعني الفيلم معدي مثلا إراداته فوق يعني في الوطن العربي بالسعودية بمصر بكله يعني فوق المتين وستين أو متين وسبعين مليون جنيه مصري ففيلم بيحقق إراداته فأنا ليه كمنتج مثلا شوجر دادي أنا مش عارف هو هو نفس المنتج ولا لا والله العظيم بس يعني طب ليه ما عملش نفس الكرو دا تاني بنفس الناس وحاجيب نفس الفلوس تاني مسلا فالنوعية دي من الأفلام ليها جمهور ولها جمهور بشكل كبير ممكن ما يبقاش جمهورها هنا في مصر ولكن الجمهورها ممكن يبقى في السعودية فهم بيكونوا بيحبوا النوعية دي من الأفلام فعادي جدا هي الكوميديا أزواء وعادي جدا ما فيهاش أي حاجة وفي الآخر تقييم الفيلم جوازة توكسيك هو 4 3 4 من 10 4 من 10 عشان لأ 3 من 10 خلاص يعني ثلاثة من العلوان وبس ده اللي قدر يقول لكم يا بتاعفلام عن فيلم جوازة توكسيك اتمنى ان خلال الفترة اللي جاية يعني اعتقد كمان سبعين نازل فيلم شام ماجد اللي هو اكسمراتي في نفس يوم فيلم داد بول اند وولفرين فالفترة يعني كمان سبعين هيبقى فيه فيلمين كويسين في السوق فأتمنى ان هم يبقوا يطلعوا حلوين ويعجبونا ونخرج من الفيلم ومنقولش رجعوا لي الميت جنيه بتاعتي هم بقيتش ميت جنيه خالص خالص يعني يا عمم وبس ده اللي قدر يقول لكم يا بتاعفلام قلولي ايه اكتر فيلم مصي عجبكو حتى الان في عشرين اربعة وعشرين سبولي الليستر بتاعيكو تحت في الكومنتات وحرود عليكو زي ما احنا متعودين على طول وهاف نهاية حلقة بتاعفلام اتمنى ان انتو تزبطوني العاقات كتيرة جدا 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 وشار وسبسكرايب لشانل لو لاول مرة وطبعا عايزكو تشاركو على انسجرام بيجي وفيسبوك بيجي ودوسوا عجار السنبيات عشان دقيالكم الحلقة اول باول وطبعا اوعى تنسوا الدعم لكل اخواتنا في الوطن العربي سواء بالدعاء او سواء بالتبرع او هسيبلوكو لينكات تبرعوا على اهلنا واخواتنا بغزة تحت في ديسكريبشن واهلا مساء عليكم اشتركوا في القناة